سلام عليكم. سلام عليكم. حياق الله سيد عبد الحسين الساعدي. كيف عليك? انت سيد ام شيخ? انت سيد من البيت? اهلا بمسور كيف عليهم? والله بخير والله بشرك كان عندي بشرة ليك يا شيخ عبد الحسين. انت لا تتعلم انت كذب. لان الرجل ممصحت الكذب. الرجل موقف لا يكذب. اما الابي عبد الله قال لي اكذب ليه. وابي جعفر قال. يا معلى ان التقية تديني ودين ابائي ولا دينة لما لا تقية لا. والتقية يعني الامام بيقول له التقية اي مع ابناء العمة. فهو الامام قال اني نستخدم التقية مع ابناء العمة. الامام اللي قال لي كده. فانا باستخدم التقية مع ابناء الخاصة. وانا من ابناء العمة. كان عندي موضوع مهم جدا كنت بقرأ آية قرآنية عايزة اقرأها عليه. ادعيك المناظر عني. تقدر? ايش? ادعيك احاورك. لا استطيع. انت رجل قوي. اه? اه? لا تستطيع. لا ما تفرحش كده تعالى تعالى. تحب تنظر في ايه يا حبيبي? ده انا بس بقود بديك بس ثقة عشان تكمل معايا عشان يبقى نفسك طويل. تفضل. تتنظر في ايه? بس انت استاذ 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 لا تكذب لا تكذب. طيب انا انظرك الان تفضل اختار انت الموضوع. اه? 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 اتفضل اختار الموضوع. ما تخليش اعصب عليك. اتفضل. ايه 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 انا بعد الساعة اتصل عليك. لا 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 دلوقتي دلوقتي يا شيخ الشيء عبد الحسين الساعدي. لا ايه خلاص لا دا ما عندكش موضوع. انا عندنا موضوع بقى. انا كنت بقولي الان الله ذكر في الكرآن الكريم الزكاة اكثر من ثلاثين مرة. ذكر خمس الغنائم. ذكر الانفاق في سبيل الله. ذكر الصدقات. في ايات كثيرة. ولم يذكر خمس المكاسب. فليش خمس المكاسب لم يذكر في الكرآن يا عبد الغير الله. حياك. يا ليل. يا ليل يا عيه. صوتي واضح? ايه يا صوتك واضح. ليش خمس المكاسب مذكرش في القرآن? ها? ايقول? ها? انا عملتا مكانك عشان تجيب. انتو قابل الاجابة بتعمل. ها? على ما تخش المعلومة انا اعلى من المعلومة بتوصل للمعممين بعد فترة. ده اتصلت على معمم شيعي معروف اعطاني رقمك. قال لي لا ناظر هذا. هذا هو المناظر. تفضل يا سيد عبد الحسين. لا ناظر سينا سينا. انت ليش مخلي صورة سينا معمم. يا عم بعدين ام اعرفك. كانت حدسة وانا صغير. يا عم اجب بقى يا عم. اجب بقى ليز الزكاة زكرة في القرآن. وخمس الغنائم. والصدقات. والانفاق في سبيل الله. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يدبعنهم انفاق منا ولا اذى. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعفا كثيرا. ان تبضوا الصدقات فنعمة هي. وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار. فين خمس البقاسب. الذي تسركونه من عوام الشيعة يا عبدالحسين. طلع حشتك طلع. يا عم اللي انت ليس تطبعوا يا اسرائيل. ما تخلي الغاة تروح على طريق ما. ان شاء الله مش هنتبع مع اسرائيل. انا مش هتطبع مع اسرائيل وهاخد اللي عند اسرائيل وديهم الفلوس اللي ما بيعطوهاني ما بيعطوني فلوس هتلاقي تحت الكورسي. يا معمم اجب. يا معمم ما تتهربشي. المعممين يعطوني ارقامكم. ويقولولنا دول المحاورين المتخصصين عندنا. وقولك اختاري انت الموضوع ترفض. واسألك السؤال. الموضوع ده تعملو في الزريبة مش هنا. وبعدين دلوقتي قلتلك اختاري الموضوع ترفض. طب اجب بقى. قرأت عليك ايات كثيرة في الانفاق في سبيل الله. الذين كمونا صلاة ويؤطونا الزكاة. ايات كثيرة اكثر من ثلاثين مرة الزكاة تذكر. وين خمس المكاسب اللي بتسرقوه من عوام الشيعة. انت ليش ما رديت عليه. يعني انت ليش ما رديت عليه انا. انشارت هذا الموضوع. الفيص ليش ما رديت عليه. اي موضوع. ليش ما دخلت على. اي موضوع. اي معلش يا ابقى تبقى صفحتكم واخش اه ده المعامم بنازل موضوع فلانا بقالوا. ليه مفاجين للجايبين ابوكم. انا تبقى عن كاتب سورة. انا معمم انا. انا. انت راجل غلبان والمعاممين بيعطوني رقمك. ما شاء الله. يا محاور. اختار موضوع تفضل. فكر مارفة تسبتني وهرب. اي 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 نختار موضوع. نسناقشان وياك. بعد ساعة وقتر من ساعة. لا والله بعد ساعة هيكون البث انتهى. انا كان عندي سؤال الآن. لزك اجبني وخلاص لعوام الشيعة. ليه المرجع الاستستاني. قالك ان لو انت صليت في ثياب مش مخمسة. او حجت في ثوب في احرام مش مخمس. وبقالك سنوات بتصلي به. لا وجب عليك قضاء هذه الصلوات واعادة الصلوات. لانك ما ما كنتش مخمس هذه الثياب. لانها من فلوس حرام. ايه دليلكم على خمس المكاسب. اتحداكم من كتبكم حتى تجيب لي دليل ان المرجع له حق يأخذ الخمس. وهي فتوى السستاني. بعض الناس يصلون لسنين. وربما يحجون ولكنهم لم يخمسوا اموالهم طيلة هذه المدة. فهل تجيب عليهم اعادة الصلاة? قال يجب على الاحوة قضاء الصلوات واعادة الحج. اذا كان سيتروه في الصلاة وفي التوفى في صلاة متعلقة للخمس بعيني. لو انت متجاهل وعندك هذا يجب. ان شاء الله انا اكله اجيب لك ديله. بس انا خايف تعمله زي السيد عمود ودد دول علاء المهدوي. يا عم اجب يا عم. يا عم اجب يا عم. انا ما اليوم ما للتمساح دلوقتي. يجب على الاحوة قضاء الصلوات واعادة الحج. اذا كان سيتروه في الصلاة وفي التوفى في صلاته متعلقا للخمس بعيني. فانا بسألك دلوقتي. ليه الخمس اللي بتسرقه من عوام الشيعة ده? ليه بتسرقه الخمس من عوام الشيعة? قلتوا الناس اولاد زينة لانهم لم يدفعوا الخمس. وايا الرواية هي في كتاب الكافي لمحمد ابن يعقوب الكوليني في المجلد الاول صفحة خمسمية ستة واربعين يا عبد غير الله يا عبد الحسين. عند رئيس الكنسي قال قال ابو عبد الله عليه السلام من اين دخل على الناس الزنا? قلتوا لا ادري. جعلتوا في داك. قال من قبل خمسنا اهل البيت الا شعاتنا. هم دول الناس طهرى. محترمين ما بيتمتعوش ولا تمتعوش ولا تمتعوش بالابقار ولا الخيمة ولا اي حال. فانهم حل لهم لميلادهم. اما الناس كلهم اولاد زنا. يا عم من وين الدليل الخمس? يعني لا فيه دليل في كتبكم ولا دليل في القرآن ولا دليل في كتب اهل السنة. عبد الحسين. دليل اخذنا من فتح القمر. يعني الحمد لله يعني ليس من القرآن او السنة. طب شيخ عبد الحسين انا سجلت المكالمة ليه. هل انا في حل امام الله انك تجعلني ارفع. افا هيري. سكر الخط والله يا جبناء. شفته يخاف. يخاف ان يزن ان الكلام ده ما يعرفش ان الكلام طالع على العوام الشيعة. يظن. ظن ان خلاص ان المكالمة بينه وبينه هلرتب وكمان ساعة. والله اعلم هيجي كمان ساعة ولا لا. شفتم الخمس يا شيعي. انا اقول لك ايوها الشيعي والعاقل. انا اسأل امام الله يوم القيامة لا تدفع الخمس. ورب الكعبة سرقة. اكبر سرقة في التاريخ. لا تدفع الخمس لهؤلاء السراق. سارق اموال مساكن الشيعة. الشيعة مش لقى المأوى ولا المأكل ولا المشرب. ودلوقتي ايه? يدفع الخمس لفلان وعلان. حسبنا الله ونعم الوكيل كان معكم المعمم الشيعي عبد الحسين الشاهد. السلام عليكم. عليكم السلام. شونك خوية? الحمد لله سني ام شيعي? انا اريد اسألك سؤال واحد معلي اكتسني لو اشيعي. تفضل. يقولون اكو حديث مع الاصحاب الكساء. انه الله سبحانه وتعالى اتكلم ويا جبرايل وقال له انا خلقت الكون على موت خمسة. النبي محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين. انا انا ما قاعد افتهمه. اه هذا كذب ودجل وشرك مخالف للقرآن الكريم. لان الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذريات اذن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فالله خلقني انا وانت واهلك واهلي والجميع من اجل عبادته. ومنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه. اللهم اني اتبع محمد. النبي محمد والسنة النبوية. ما شاء الله. واني مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم. ومؤمن بمحمد وبرسالة محمد. صلى الله الله عليه وانه. وانه الامام علي رابع الخلفاء الراشدين. ما شاء الله عليك. والامام الحسين والفتين. ما شاء الله عليك. يعني انت. وهذا الحديث. وهذا الحديث ما لكل صحة. هذا كل خرافات في خراف. ايو الله احسنت. ما شاء الله عليك. كذب ودجل. احسنت والله. خلقنا الله ومحمد وقال محمد من اجل عبادة الله. اجل عبادة الله. ما اكو الله خلق. الله خلق الاكوان. وخلق آلاف السنين. وخلق الانبياء. يلا خلق النبي محمد بعد آلاف السنين من خلق الكون وخلق البديه. احسنت. احسنت ما شاء الله. النبي خلق بعد آلاف السنين. بل قد يكون ملايين السنين والله اعلم. يعني هو من نبي محمد. خاتم الانبياء والمرسلين. اصلا يعني قبل آلاف السنين الله خلق الكون وماشي بالطبيعة. والنبي محمد الله خلقه من أجل إنهاء الرسالة النبوية ما شاء الله عليك الله يثبتك ويبرك فيك وهنيئا لك بس هذا احنا عدنا بالعراق حديث طاش وارد جدا 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 وارد عدنا بالطائف يعني أعلم هو موجود عند الشيع كثيرا ما خلقت سماء مبنية ولا أرض متحية ولا شمس منيرة ولا شمس مديئة ولا قمرا منيرة إلا من أجل هؤلاء الخمس والقرآن يكذب كل ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وما أدري ما يفعل بي ولا بيكم فالنبي أصلا لا يدري احنا ماذا سيكون مصيرنا فكيف هو احنا ربنا خلقنا من أجل محمد بما إن الله خلقنا من أجل محمد ليش نصلي بقى المفروض نذهب نصلي عند قبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصلي لعلي وفاطمة والحسن والحسين ولا نصلي لله ونصوم لآل البيت ولا نصوم لله ونزكي لآل البيت ولا نزكي لله هل يعقل؟